يستنصرون وعلينا النصر من يستنصرنا في الدين يجب علينا أن ننصرهم بقدر ما نتمكن بفعل أو قول لا يحق لأحد أن يتخلف عن نصرة المؤمنين لا يجوز بل هو خارج عن دائرة المؤمنين بعدم النصرة من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منه تتقول من المسلمين من أتباع أهل البيت تهتم بشونهم بكل مسلم شيعي سني غيره من المذاهب الأخرى من سمع مناديا يناديا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم نعم يتعاملنا على أنه مسلم ظاهرا في الأحكام لكن حقيقته ليس بمسلم إذا ما ننصرهم فنحن لسنا بمسلمين ذاك المعتقل وذاك المجروح وذاك المقتول وذاك المهان وذاك وذاك في القطيف في الأحساء في جدة في بريدة في البحرين في سوريا في مصر في كل مكان المظلومون يستنصرون ونحن لابد أن ندافع عن المظلوم ضد الظالم ولا يحق ولا يجوز أن ندافع عن ظالم مهما كانت الأمور نحن لابد أن نكون خصما لكل ظالم كونوا للظالم خصما كما يقول أمير الله سلام الله عليه ولابد أن نكون عونا لكل مظلوم كون للظالم خصما وللمظلوم عونا مظلوم في سوريا أو البحرين في بريدة أو القطيف في الأحساء وفي جدة نحن معهم وندافع عنهم وهذا هو الإسلام الإسلام يجمع كل المسلمين كل مذهب من المذهب لا يجمع المسلمين حتى التشيع مذهب الشيعة لا يجمع المسلمين يجمعوا أتباعه لكن الإسلام جامع للمسلم ولو نطق بالشهادتين نفاقا بس مسلم خيمة الإسلام تجمعه وتحميه ترجمة نانسي قنقر